جانبه قال عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم لبخاتي للرشيد إن وزارة الاتصالات تعاني من تردي خدماتها المقدمة للمواطنين خصوصا فيما يتعلق برداءة خدمة الانترنت وارتفاع أسعار كارتات الشحن في شركات الهاتف النقال مؤكدا بأن لجنته ذاهبة إلى تخفيف هذا العدء عن المواطن العراقي نتفق بأن اليوم وزارة الاتصالات يعني هناك إخفاق كبير بعملية تردي الانترنت وارتفاع أسعار الكارتات التي تزود بالموبايلات إذا كانت في آسيا أو إذا كانت في زين لذلك نعمل جاهدين كانت في ظرف معين كانت تحسب أو تحسب هذه الأرقام بغير هذه الأرقام التي تتناسب مع الدخل المواطن العراقي واليوم نحن ذاهبين باتجاه تخفيض أو تخفيف العبع عن هذا المواطن بتخفيض الأسعار ومحاسبة من ساهم برداءة الأنترنت حتى نسمع من السيد الوزير المعني بأن أمنى بأن تكون هناك خدمة بالأنترنت بمواصفات عالمية ونتمنى بأن تكون هذه الوعود صادقة وملموسة من قبل المواطن العراقي